نهارده المواجهة المهمة جداً اللي بينتظرها مش بس المصريين بينتظرها العالم العربي كله نهارده مباراة مصر والمغرب في أولمبياد باريس 2024 على المركز الثالث مصر بتنافس في كرة القدم في الأولمبياد والمباراة هتكون الساعة ستة مساءً بتوقيت القاهرة وكل الأنظار بتتجه على الفريق العربي في هذه المباراة في الحقيقة احنا كنا عايزين النهائي يبقى عربي كان طموحنا يعني كده ولكن خير يعني احنا برضو يعني مش طمعانين أكتر من كده ان يبقى الثلاث والرابع عرب المغرب فريق كبير والمصر طبعاً فريق كبير كلاهما شر في البطولة بوجوده ترقب أيضاً كبير جداً لمعرفة كيف ستعامل المدرب بيكالي مع هذه المباراة كيف سيشرف على أداء اللاعبين في مواجهة فريق زي الفريق المغربي خلينا نحلل المباراة ونستبق أحداثها بصحبتنا المحلل الرياضي الكاتب الأستاذ عمر الخشام اللي حيكلمنا عن تفاصيل هذه المباراة أهلاً بيك أستاذ صباح الخير عليكم وصباح الخير على جميع أستاذ المشاهدين أهلاً بحضرتك أهلاً بيك في البداية كيف تتوقع أن يدير ميكالي مباراة اليوم؟ هو بص هو التوقع في الكرة صعب خلينا برضو يعني نتكلم في السابق ننوقع رؤيتك رؤيتي إن شاء الله أنا متفقل طبعاً يعني إحنا نبرح طبعاً كنا كلنا حابين أو كنا يعني مستنين أن المنتخب المصر الكرة اليد يوصل لأبعد مرحلة لكن إيه خوفونا كده ويعني والأسف الشديد يعني يا رب يعوضنا بقى بإذن الله نهاردة نتعوض منتخب كرة القدم لكن في الأخير أنا شاهد في المنتخب مصر نهاردة إن شاء الله أهم من الأمور الفنية الدافع والعزيمة والإسرار وده اللي إحنا ساد في الفترة اللي فاتت خصوصاً الماتش أمام المنتخب الأسباني في الدوري المجموعات وحتى في الماتش اللي فات أمام المنتخب الفرنسي الأمور الفنية ممكن تبقى تضغط أحياناً شوال المنتخب المغربي لكن أنا واثق في لعبتنا واثق في رجيمي كالي بإذن الله إن نطلع بنتيجة إيجابية ونحقق أول مرة في تاريخنا إن شاء الله في لعبة جمعية ناخد البرونس بإذن الله إن شاء الله طيب إيه تاريخ مواجهتنا مع منتخب المغرب قبل كده بصي في البطولات اللي يعني على أولمبييات يمكن إحنا أول مرة لعبها في الكوري يعني يمكن دي تالت مرة طبعاً زي السادة المشاهدين معارفين نسعد دي سيمة فوائنا لكن طبعاً كانت في العشرينات وفي الستينات فأكيد إحنا ما حضرناش البطولة لكن في الأول في الآخر كانت المنتخبات كانت ساعتها قليلة يعني ما كانش فيه حتة التصفيات ثم بعد كده بتلعب مجموعات والآخر وكان حتى المشاركة بالمنتخبات الأولى من أول التساعنات ابتدت النظام يتغير ابتدأ أن أنت تشارك بالمنتخب الشباب ده طبعاً بقى اختيار عناصر فوق السن كلنا عارفين أن المنتخب الأولمبي يعتبر لحد ما أنا موجود نظري كان منتخب مظلوم شوية فترة الإعداد يعني ممكن حتى كنا نحاول وفعلهم مطسط لحد ما ما تنسبش الكوالة الموجودة لكن دايماً كنا نحن عندنا ساقة يكينة كبيرة جداً في لعبتنا وفي رجيمي كالي رجيمي كالي هو أكتر شيء مكسب إيجابي للمنتخب والمنظومة بصفة عامة لكن أنا يعني لو نرجع لسياق المباراة يعني أنت بتكلم على المدير الفني الحالي طرق الساكتوي المدير الفني منظم محنك حتى تحس يعني ما فيش فرق ما بين المنتخب الأولمبي والمنتخب الأولاني يعني كان معنا برضو بعض الحالات كنت أستشهد بها أن دايماً نفس النظام الدفاعي للمنتخب المغربي هو هو اللي كنا بنشوفه في كاس العالم اللي فاتت وحتى نفس الطريقة ونفس الأسلوب اللعب هو بتحس سورة مصغرة من المنتخب المغربي اللي في كاس العالم واللي شوناه في المنتخب في أفريكا اللي فاتت طبعاً مع بطير الفني عصام الشرعي واللي تغير أحياناً أو لحد ما بطريقة إيجابية أقوى شوية عن ما كان في أفريكا منتخب منظم جداً منتخب عنده عناصر مميزة جداً بيدوم بستة أو سبعة أو طبعاً عناصر كمان من المنتخب الأول هو الفيرس تيم يعني فبتتكلم حتى الثلاث لعيبة اللي موجودين سواء حارس المرمى ومنير المحمودي أو حتى سفين رحيمي أو حتى أشرف حكيمي الثلاث لعيبة عنهم تأثير إيجابي جداً يعني الاثنين اللعيبة سواء أشرف حكيمي أو حتى سفين رحيمي من الشاركين بتكفي سبعة أو ثمان أهداف للمنتخب المغربي فده مدى التأثير الإيجابي اللي موجود لكن في الأول وفي آخر أنا أسك في لعبتنا على الرغم يمكن لحد ما كولت اللعيب على المستوى لجودة الأفراد رايح لحد ما المنتخب المغربي لكن الجامعية بتاعتنا أنا إن شاء الله أسك فيها بإذن الله إن احنا نطلع وناخد برونز بإذن الله إن شاء الله خليني أسألك سؤال يعني مشكل تاني العدو الأول لنا في مباراتنا مع فرنسا كان الإجهاد كان هم يعني متفوقين بدنياً عندنا تفتكر العدو الأول في مبارات اليوم حيبا هو العدو الأول إحنا قابلناه أو التحدي خليني أقوله خليني تحدي خليني ما يشف كلام حضرتك إحنا العدو ده قابلناه لما وصلنا الإكستراطايم عشان كنا كنا نحنا كنا متخوفين نوصل الإكستراطايم المنتخب الفرنسي أكوى بدنياً أكوى زهنين إلي جاناً برضا عامل الجمهور فده اللي إحنا لحد ما ما كناش عاوزين نوصله في الماتش الكورتر فاينال لكن المنتخب المغربي أنا شايف إن المعدل البادري بتاعه لحد ما أقلب كتير من المنتخب الفرنسي خصوصاً شوفنا الماتش اللي فات المنتخب الأسباني أجهت بدنياً جداً وحتى كان المدير الفني وقف على الخط اتأخر جداً في التغييرات وكان فيه لقطة كمان وإحنا منتكلم على وريدر ريكراكي ما حبناش قوي إن المدير الفني اللي هو المنتخب الأولاني كان بيبتري يدخل في الأمور الفنية وبتري يوجه اللعيبة وحتى كان فيه كده كدر موجود ما بين شوطين المباراة وطالع من قط لغرفة الملابس عمال يوجه اللعيبة فكل الأمور دي طبعاً أثرت على المستوى البدني والزهني للعيبة المتخب المغربي المتخب الأسباني مع طبعاً قوة المتخب الأسباني رداً على سؤال لحضرتك أنا شايف إن حتة الأمور البدنية لحد ما ممكن يتفاق فيها المتخب المغربي مع بعض العناصر الغيابات النهاردة بتكلم عن عمر فايد مش موجود عشان طبعاً حالة التارد ما أعطى عبر حمد عيد غايب نتيجة الإصابة لكن في نفس الوقت إحنا عندنا لحد ما جودة أفراد على المستوى الفردي ممكن تعود الغياب وأنا شايف العنصر بدني بالعكس ممكن يكون لصالحنا عكس المباراة اللي فاتت أمام المنتخب المغربي طيب هو فيه ظهور كده لبعض اللعيبة في المباراة على مدار البطولة الحقيقة في المباراة السابقة زيزو ونني وشايف التشكيلة ممكن تكون إزاي وبالتالي يبقى فرص الفوز أكبر أنا شايف أن زيزو ونني بقدموا دور مميز جداً يعني ممكن إحنا في أول البطولة مكناش حاسين بالتركيبة شوية مناسبة دايماً المدير الفني للمنتخب يدور على الأنسب وليس الأفضل فبالتالي كانت تركيبة المطش الأولين أمام المنتخب الدور مكان ما كانش أفضل شيء لكن شفنا بعد كده في فيديوهات كتير إزاي الدور المعنوي لزيزو ونني تحديداً ثم بعد كده الدور الفني المميز جداً اللي قدموا زيزو في الثلاث مطشات اللي فاتت سوى المطشين في دور المجموعة أو حتى مطش الكورتر فعلاً مع طبعاً تقلق يعني بلورت بصراحة محمد النني وتحس اللعيف فعلاً بيرد على كل الانتقادات بشو انتقادات أنا شايف أن فيه ناس شككت كتير جداً في المستوى عشان عدم طبعاً اختيار كابتن حسام حسن ليه في المنتخب الأولاني لكن رداً على سؤالك أنا شايف التشكيل هو اللي ممكن إحنا نبدأ به لأن هنا به المباراة اللي فاتت طبعاً حمزة علاء اللي بيقدم دور مميز جداً في البطولة وأتمنى أتمنى طبعاً نرجع للسياق المحلي يتم عارضه وأن الراجل ده فعلاً قدم أداء مميز جداً جداً تكلم على باك رايت أنا أتوقع طبعاً ممكن محمد شحات طبعاً في غياب أحمد عيد عشان الإصابة اتنين سنتر بكات محمد طار اللي نزل طبعاً بعد حالة الطرد بعد يعني خروج عمر فايد نتيجة الطرد المباراة اللي فاتت مع طبعاً حسام عمي جيد اللي بيقدم مردود إيجابي كويس جداً في المباراة اللي فاتت طبعاً باك ليفت الكريمة دي بيس تانية نص ملعب أكيد أنني طبعاً ومحمد صبر وكوكا والثلاثة الأمامي زيزو وحسامة فصل اللي بيقدم مردود إيجابي جداً جداً في البطولة وده فعلاً وصامة فصل يعني بيسكن كل الألسانة اللي قالت مش لازم دور المواجن بس هو الأهداف لأ بالعكس مع طبعاً أنا شايف النجم الأول للبطولة هو أبراهيم عادل اللي يعني نفسي أوجهه الورسال هو أرجوك يا أبراهيم كفاية يعني أخرج عن سياق الدور المصري ولازم يحترف أنا ده أتوقع ده التشكيل الأنسب والأفضل للمتاخب المصري نارد أما من المتاخب المغربي بإذن الله يعني طيب كسبنا ما كسبناش خدنا برونز أو ما خدناش إزاي نبني على الشباب الحلو ده الشباب الحلو ده رجوك يا ميكيلي هو الأقدمه للأندية مش الأندية الأقدمتوله وده أكتر شيء يعني مختلف تماماً عن المعتاد دايماً الأندية هي اللي بتقدم اللعيبة للمدير الفني للمتاخب هو اللي بيبتري يختار الأفضل اللي موجوده في الأندية طبعاً الراجل اللي جي في ظروف مفيش منتخب أو هو اللي شكل المنتخب هو اللي ابتدى يجيب اللعيبة دي ويعمل سكاوت كويس جداً مع طبعاً مع كابتن واقر رياض اللي ثم بعد كده يعني اللي راح للمنتخب اللي الناشئين وبقى فيه ربط من المنتخب الشباب والناشئين والرجم كان المنتخب الأوليمبي لازم الاستفادة دي بتبقى استفادة إيجابية جداً لازم معظم وخصوصاً دلوقات أوريدي الاستفادة يبتدت بقت الأندية تعتمد على معظم العناصر الموجودة وشفنا طبعاً يعني قبل البطولة كان معظم الأندية كنت لحد ما الآن شو هتودي لعبتها لكن في الأول في الآخر العيبة راح تؤدد مردود إيجابي لازم رجعه ميكالي نستفيد به يبتدي يدي محاضرات للمدربين في الرخص التدريبية لازم يبتدي نستعد دلوقتي لأولمبياد لوس أجلوس كمان أربع سنين إن شاء الله لازم نبني على القامل الأساسي في نفس الوقت لازم نبتدي نهتم يكون فيه ربط ما بين منتخب الشباب أو منتخب النشئين ومنتخب الشباب عشان خاطر نقدر نبدي فعلاً نحط يعني نبني فوضى لأنا بقى عايز أقول بالزبط عشان خاطر نقدر ناخد الحصاد كوادر ثلاث أو أربع سنين بإذن الله إن شاء الله بدون معطاعة إن شاء الله طيب بتتوقع إيه لمبارات النهاردة أتوقع بإذن الله للمتخب الأولمبي يقدم مردود إيجابي إن شاء الله ونكسب واستكمالاً سريعاً لبريم عاد بريم عاد اللي عمل تالت أكتر لعيب في البطولة تزديدة للمرمى وتاني أكتر لعيب وروغات صحيح فده بيأكد الدور الإيجابي اللي اللعيب فعلاً بيقدمه في البطولة دي المتخب المصري تتكلم على تالت أكتر منتخب عمل تزديدات على المرمى وكل الأمور دي بتأكد بإذن الله أو خلينا نتوقع ونتفاعل إن المتخب النهاردة إن شاء الله هيكسب بإذن الله إن شاء الله طب مين غير إبراهيم عاد زيزو مقدم مردود إيجابي في المرماتين اللي فاتوا الروح والمعنويات والعزيم والأسرار سيبك وزيزو محمود صبر يعني ممكن إحنا شفناه في المطشين اللي فاتوا حسنا فعلاً بغيابه في المطشين الأولانين يعني المردود الإيجابي اللي بيقدمه في المطشين اللي فاتوا فعلاً كنا حسنا إن احنا افتقدنا قوي في المطشين الأولانين طبعاً كوكا لعيب مميز جداً جداً تتكلم على الأسامة فصل قدم مردود إيجابي جداً بتحركاته وإن هو يخلق مساحات للأجنحة سواء زيزو أو بريم عادل وتقلق بريم عادل وزيزو جاي من الأساس من أسامة فصل وتحركات أسامة فصل طبعاً حراست المرمى كمان وحمز علاء وأداءه المشرف المباراة ما دال اللي بيقولك عليها بضبط حمز علاء يعني فعلاً بتكلمي على أكتر أو تاني أكتر حارس مرمى في البطولة تصدى لفرص خطيرة وده بيأكد الدور الإيجابي جداً ومادة جاهزية الحارس ذهنياً قبل ما تبقى فنياً فطبعاً بإذن الله عندنا عناصر مميزة جداً كلنا إن شاء الله يعني واسكين فيها واسكين طبعاً في ربنا سبحانه وتعالى قبل كل شيء نقدمه مردود إيجابي إن شاء الله ونكسب النهاردة بإذن الله إن شاء الله تفتكر ميكالي هيختلف في المباراة يعني في المباراة اللي فاتت مع منتخب فرنسا قاله كان مفروض أنه يقوم ببعض التغييرات في الشوت التاني وده ما حصلش وقالك قوة اللعيبة في الملعب بتبقى أكتر من اللي على الاحتياطي فده ممكن يتغير في المباراة بتاعت النهاردة؟ بس إحنا ممكن أحياناً بنفتقد لحياناً الدكة بتبقى أقل شوية من الأساسين فعشان كده دائماً اختياراته نتيجة التغييرات بتبقى محدودة شوية لكن إحنا قدمنا مردود إيجابي جداً وشوت مفوق الممتاز أمام المتخب الفرنسا في المباراة الفاتت في الشوت الأول أنا أتوقع للمباراة النهاردة ممكن لحد ما نفس المردود يتم في الشوت الأول لكن أتمنى أن نستغل الفرص اللي إحنا بنصنحها إن المتخب المغربي عنده صغارات دفعية يعني أنا شايف يعني رجي ميكالي أكيد بإذن الله يستفيد منها وإن شاء الله ويستغل لها إن شاء الله كلمني بقى عن نقاط الضعف اللي مفروض نستغل لها أفضل نستغل لها المنتخب المغربي سريعاً كده عنده أحياناً يعني أستقبل بتكلم من المنتخب المغربي أستقبل حوالي 6 أهداف 3 أهداف منه من نتيجة تحولات من الفرق المنافسة فعنده مشاكل في حتة المرتدات يعتبر إحنا برضو نفس القصة إحنا يعني متشابهين شوية في الصغرى دي إلى جانب المنتخب المغربي برضو عنده مشاكل في الكورة العرضية وتحديداً في الزاوية العامية أو التغطية العكسية للظهير صغير الأيمن والأيصر فأنا أفتكر برضو إن إحنا بإذن الله ممكن بقوة زيزو في التحولات الهجومية مننا عليهم يعني مع طبعاً قوة ومهارة وسرعة بريم عادل أكيداً نستغل الجزئي دي أتمنى بس بإذن الله إن إحنا ناخد بالنا من الكورة السابتة الدفاعية إن إحنا دخل فينا هدف في المباراة الأخيرة أما المتخب الفرنسي كان الهدف الثالث لكن في الأول في الآخر إحنا أحياناً بنفتقد التركيز والركابة والتمركز الجيد في الكورة الدفاعية نتيجة ضربات الركنية فبإذن الله كل الأمور دي إن شاء الله رجيمي كالي يكون استفاد منها الفترة الفاتت وتبقى مردود إيجابي لنا وسلب على المنتخب المغربي إن شاء الله بدون مقطع يعني أنا أفتكر أني قريت حاجة كده كانت مكتوبة بتقول أن عنصر الأرض لصالح المنتخب المغربي أعتبر أن فرنسا فيها مهاجرين مغربة أكتر يعني نقولك على أرضه وسط جمهوره تفتكر ده ممكن يبقى حقيقي؟ مش بس أنا معاك أتفق طبعاً طبعاً جزء كبير من كلام حضرتك لكن في الأول في الآخر إنت بتتكلم المطش ده اللي هو يعني تكسى بتاخد مدالية اللي بتدغى على المباراة دي أكتر من أمور الفنية العزيمة والإصرار والكبرياء وشفت حدنا شفنا كلنا تصريح محمود صبر بعد المباراة اللي فاتت قال كلمة كده عفويل قالك أنا هنموت نفسنا لآخر ديئة إن ده بالنسبة لنا صعب جداً ممكن يتكرر تاني إن أنت على بعد خطوات أو 90 ديئة وتمنى أنت بتسعيد دي ما نصلش إكستراتايم نحن ناخد مدالية فطبعاً أتفع معك إنه ممكن يكون طبعاً التأثير الجمهوري يكون عامل إيجابي للمنتخب المغربي لكن في الأول في آخر أنا أسك في لعبتنا أسك في قدرات المديري الفني أسك في جودة اللعيب على المستوى الأفراد أسك في اللحظات البسيطة جداً اللي أنت بتمر بها في المباراة عشان كي أنا بقول لحضرتك المباراة النهاردة أكتر من هي يعني أمور فنية هي أمور عزيمة وإصرار وتنفسية وإن شاء الله بإذن الله يكون المردود الجمهور ده عائد مش سلبة علينا أكتر بتبع عائد إيجابي علينا بإذن الله إن شاء الله ماتش النهاردة بالنسبة لها ماتش فاينل زي بيرجعنا بالزبط زي ذكرات 2006 و200 بطولات أفريقيا اللي حلقناها معك حسن شحاته فطبعاً أفضل شيء في البطولة الدعم الكامل لكل الناس صغيرين كبار كل الناس يعني بقول لها كالبينت صغيرة ما نستنعي الماتش ده عشان نشوف مصر كزي ما كلنا كنا نستنى مصر المنتخب مصر في أفريقيا المنتخب الأولاني كلنا عاوزين نشجع المنتخب بصفة عامة ونشوف صلاحه وتقلق كل الأدولاتي بينا نشوف اللعيبة دي وتعرفنا عليها بزيادة أكتر كل الأعمار كبير صغير فأكيد طبعاً كل الأماكن بصراحة يستحقوا أطبعاً كل الدعم طبعاً الأداء المشرف الأدو في المباراة السابقة في أولمبياد باريس 24 تستحق كل التقدير سواء في كرة القدم وكمان في كرة اليد إن شاء الله بإذن الله والمزيد من التقدم لمصر ونحن منتظرين لنهاية البطولة علشان نشوف المدليات يا رب بإذن الله إن شاء الله شكراً لك أفد الكبتبنا عمر الخشاب المحلل نقدر شكراً جزيلاً لك شكراً حضرات وإن شاء الله نسمع النهاردة أن المتخب الأولمبي المصري أخذ البرونز بإذن الله يا رب بإذن الله إن شاء الله شكراً لحضراتكم شكراً جزيلاً لحضراتكم